مشاهدين ولمناقشة هذه الملفات ينضم إلينا مباشرة من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري دكتور إحسان أهلا بك معنا نبدأ معك في كلمة المرجعية الدينية لليوم الجمعة المرجعية هذه المرة ومؤخرا تشدد على التعايش السلمي بين المواطنين تعزيز المودة والتراحم وتغليب المصلحة العليا كما ركزت المرجعية أيضا على أن القضايا العقائدية كانت هي السبب في قتل الكثير من الأبرياء برأيك كيف يقرأ هذا التركيز من المرجعية مؤخرا على مخاطبة المواطنين وهل يعتبر هو كنوع من إلقاء اللوم على رجالات الدين شكرا على الاستضافة المرجعية تضع في حساباتها بأن المرحلة القادمة لا بد أن تستمر مناخات الثقة ما بين المكونات المجتمعية أي أن كانت عنوينها دينية قومية أو حتى بالنسبة للأقليات الأخرى لأن استمرار الثقة وهذه المناخات الإيجابية التي أفرزها الحرب ضد تنظيم داعش بكل الأحوال سيكون هناك عبور لذلك الخطاب أو ذلك التخندق الطائفي والقومي الذي أدى إلى مزيد من التداعيات ليس على مستوى الشرخ المجتمعي وإنما أن دفع نحو إراقة الدماء ووجود عنف داخلي في أعوام مضت وإلى حد هذه اللحظة بتصور أن المرجعية لم تستهدف فقط رجال الدين وهنا أتحدث عن رجال الدين الذين حملوا خطابا متطرفا يعني بعيدا عن مبادئ الإسلام الحقيقي وإنما المرجعية أيضا تتجه نحو السياسيين بالتحديد السياسيين الآن الذين يحاولون مرة أخرى إعادة إنتاج ذلك الخطاب الطائفي أو خطاب الكراهية هذا بكل الأحوال سيؤثر بما لا يقبل الشك على التعايش السلمي والمرجعية حتى في خطب ماضية تحدثت عن المصالحة المجتمعية إذن هي تركز على المجتمع وتحاول إبعاد السياسيين عن ذلك الخطاب الذي أنتج هذا الخراب في المجتمع العراقي طيب دكتور إحسن بما أننا نتحدث عن الأحزاب الأحزاب الآن ومع قرب الانتخابات هي في تغييرات مستمرة سواء كانت شيعية أم سنية كما حصل في المجلس الأعلى وانبثق عنه تيار الحكمة قوى التحالف أيضا السنية حدث بينها تشضي وانقسامات ترى هذه الانقسامات في الكتل من المفترض أن تؤدي إلى إظهار وجوه جديدة وأحزاب جديدة وتهدف إلى برامج مختلفة ومغيرة عما كانت سابقا ولكن هذه البرامج برأيك هل ستستعيد الثقة بالمواطن هل ستعود وتعتلي منصة الحكم من جديد خاصة الإسلامية منها طبعا بتصور نعم بتصور ما جرى بالتحديد من انشقاقات أو حتى تكوين بعض الأحزاب بعيدا عن تلك الجذور هو إعادة تموضع سيما وأن هذه الزعامات أو الأحزاب السياسية أدركت ويبدو أنها التقطت إشارات مبكرة بأن هناك مزاج للناخب العراق أو الرأي العام العراقي بالتحديد يتجه نحو إيجاد مساحة على مستوى انتخاب برامج أو أحزاب جديدة لذلك رغم أن البعض يحاول الانفلات من تلك الجذور الإسلامية خصوصا وأن قضية الأحزاب الإسلامية وفشلها في إدارة مؤسسات الدولة يعني راكمت من أو كانت عامل أساس في قضية إيجاد أحزاب جديدة بتصوري أن المشكلة سيدتي لا تكمن بقضية الأحزاب الإسلامية أو حتى وجود تيارات لبرالية أو حتى علمانيا وإنما المشكلة ترتبط بأنه لم تطبق يعني إذا ما كان هناك تطبيق للدستور العراقي على رغم من وجود ثغرات يمكن أن نؤسس لدولة المؤسسات لكن المشكلة بتصوره هو أن تؤمن هذه الأحزاب الجديدة بالدستور العراقي وبالقانون العراقي المشكلة لا ترتبط بالوجوه الجديدة أو حتى البرامج بقدر ما هي ترتبط بالإيمان بالدولة وأن تكون أو تؤسس للسلطة القادمة إذا ما وجدت هذه الدعاءة الأحزاب الليبرالية لو تسمح لي لا أعرف إذا أخذت فرصتها أولا في الانتخابات السابقة فشل هذه الأحزاب أقصد الليبرالية هل لك أن توضح لنا أسبابه تلقي الضوء على أسباب عدم مقدرة هذه الأحزاب على منافسة مثيلاتها من الأحزاب الدينية وما مدى فرصتها بأن تعتلي منصات البرلمان إلى جانب منافساتها من الأحزاب الدينية في الانتخابات المقبلة التيارات الليبرالية لم تأخذ المساحة الكافية لعدة عوامل أولا استمرار الخطاب الطائف والقوم الذي تغذت عليه أغلب الأحزاب التي أمسكت على السلطة منذ العام 2003 الأمر الآخر يرتبط أصلا بتلك الأحزاب الليبرالية بالتحديد لم تستطع أن تنتج أولا برنامج يمكن أن يقنع الجمهور أو المؤيدين لهذه الأحزاب أو حتى يمكن أن يسحب من جمهور الأحزاب الإسلامية وأيضا عجزها بتقديم نخبة يمكن أن تحظى بهذا أضف إلى ذلك هناك ضبابية في طريقة طرح الفكر الليبرالي وهناك ممازجة ما بين الليبرالية والعلمانية بحيث أنها استغلت حتى من قبل بعض التيارات الإسلامية لكي لا تأخذ هذه التيارات الليبرالية تلك المساحة الجيدة على مستوى المشهد الآن فيما يبدو بأن هناك وعي لدى الشعب العراقي بأن يتجه نحو أولا مشاريع الوطنية بغض النظر مهما كانت جذورها لكن بكل الأحوال هذا الاتجاه لا بد أن يدعم بوجود برنامج يمكن أن نسميه برنامجا وطنيا بعيدا عن ذلك التخندق الطائفي أو القومي الآن الفرصة سانحة بالنسبة للتيارات الليبرالية لكن تعتمد على ما تدفع به من برنامج ووجود سياسية لكن هذا ما راح يأخذ الكثير من جمهور الأحزاب الإسلامية إذا توافقني الرأي أو لا أنا أتصور نعم تستمر الأحزاب الإسلامية لكن ليس بذلك التخل السياسي وحتى الرقم على مستوى البرلمان لا أتصور ذلك الأحزاب التي انفلتت من إطارها الإسلامي أو تكوينها الإسلامي كمنظومة وكأيدولوجية سياسية الآن مطالبة بطرح برنامج جديد هنا لا نتحدث بعيدا عن الإسلام أو حتى تلك الجدور لكن عليها أن تتماشى مع طبيعة الوعي والنضج لدى الشارع العراقي وهذا أخذ بنظر الاعتبار برقب لها فيما يخص مصير دكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الحالي الكل يتساءل عن مستقبله السياسي خاصة بعد نفيه تشكيل كيان سياسي حاليا طبعا لخوض الانتخابات المقبلة إلى حين الانتهاء تماما من القضاء على الإرهاب في كامل مناطق العراق هل سيبقى في دولة القانون؟ هل من المتوقع ذلك أم سينصح في كيان سياسي جديد؟ الدكتور العبادي ربط قضية مستقبله السياسي بقضية تحرير الأرض العراقية وهو بكل الأحوال قد يكون وضع نقطة دالة أمام قضية المستقبل السياسي وهو ذلك يبعد قضية الحراك السياسي الآن كونه رئيسا للحكومة لأنه يعتقد الدكتور العبادي بأن أي اتجاه نحو قائمة أو توجه سياسي سيثنيه من قضية استكمال التحرير أو حتى إنقاذ العراق من التحديات القادمة الاقتصادية والأمنية بتصوري الموضوع سيأخذ منح آخر أتصور بأن الدكتور العبادي لن يستمر مع دولة القانون هكذا أرى وبكل الأحوال هو لم ينشق عن حزب الدعوة لكن أتصور وهذا ما صرح به أكثر من قائد في دولة القانون قال قد ندخل في أكثر من قائمة وهذا يؤشر بوجود حراك آخر نعم كنت معنا مباشرة من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمالي شكرا جزي لعلك شكرا للمشاهدة